الحمد لله رب العالمين الحمد لله خالق الخلق أجمعين الحمد لله العزيز الغفار الواحد القهار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دائماً إخوة الإيمان في رحاب الإيمان مع أسماء الله الحسنى ومع صفاته الفضلة من أجل أن نجول جولات إيمانية في رحاب الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة مع أسماء الله دائماً معكم لنعرف ربنا سبحانه وتعالى من خلال أسمائه من خلال صفاته ومن أسماء الله الحسنى الخبير الخبير معناه أنه الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء الخبير هو المطلع على أعمال العباد هو المطلع على أعمالنا يعلم ما بأنفسنا وما في قلوبنا وما يدور في خلالات أنفسنا وخواطرنا ومن يعلم سر هذا الاسم وحقيقة وأبعاد اسم الخبير الحكيم الخبير يعلم بأنه لا ينبغي أن يرتكب معصية ولا أن يقترف ذنباً ولا أن يبتعد عن طاعة الله سبحانه وتعالى فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير الله بما يعمل الإنسان لخبير ماذا يعني هذا إخوة الإيمان الخبير ليس فقط هو الذي يعلم السر وأخفى وهو السميع البصير إنما الخبير الذي يعلم حقيقة وكنها الأشياء يعلم جواهر الأشياء يعلم دواخل الأشياء لذلكم نؤمن بأن الله تبارك وتعالى أنه أعلام الغيوب وأنه لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر أبداً من يعلم هذه الحقيقة يا إخوة الإيمان وهذه الصفة المطلقة للرحمن فإنه يلتزم لاستقامة فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير فسبحانه وتعالى يعلم السر وأخفى وأنه سبحانه وتعالى يعلم حقيقة هذه الأشياء عندما ننظر إلى الطبيعة التي خلقها الله سبحانه وتعالى ونفهم هذه الحقيقة إنما نزداد إيماناً ثقة بالله توكلاً عليه سبحانه وتعالى وهكذا يتزود المؤمن بهذه الإيمانيات إخوة الإيمان ودائماً مع أسمائه الحسنى هو الله هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيم العزيز الجبار المتكبر إخوة الإيمان من أسماء الله الحسنى الحليم هل تعلمون ماذا يعني أن الله تبارك وتعالى هو الحليم وهو الصبور سبحانه وتعالى ذلك بأن الله تبارك وتعالى لا يعجل العقوبة لكل من أذنب حين يرتكب الذنب وهذه من رحمة الله تبارك وتعالى ومن رأفته سبحانه وتعالى بعباده ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير ولو يواخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكنه سبحانه وتعالى الحليم الصبور سبحانه وتعالى ومن حلم الله تبارك وتعالى أنه يشد ويحمل ويسير ويدبر هذا الكون ومع ذلك الناس على الأرض يفسقون والناس على الأرض يلحدون ويشركون ويكفرون والله حليم ثم حليم غفور لمن تاب وأناب واتبع الصواب اسمعوا قول الله لتعلموا سر هذا الاسم الاسم العظيم الاسم من أسماء الله الحسنى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إنمسكهما من حد من بعده إنه كان حليما غفورا لماذا شوفوا ربنا عز وجل كيف يمسك هذا الكون وكيف يسير العبادة في البر والبحر وكيف يمسك هذه الكواكب والأجرام والنجوم في ملكوت السماوات والأرض ومع ذلك قلت يا إخوة الإيمان لمن لم يعلم قدر الإله وما قدر الله حق قدره لو لا حلم الله تبارك وتعالى علينا لأذهب بنا جميعا ولأذهب بكل من يخطئ في حقه لذلك من أسرار هذا الاسم من أسماء الله الحسنى أعني الحليم علينا أن نلزم أمرين نفهمه مجيدا الأمر الأول إذا الله تبارك وتعالى أمهلنا الله يمهل ولا يهمل من ظنوش بأن هذاك العاصي يفلت من عقاب الله عز وجل الأمر الثاني وهو أننا كلما أذنبنا نتوب إلى الله عز وجل لأن الله تبارك وتعالى لماذا يحلم علينا لماذا يصبر علينا لماذا يمهلنا لأنه عز وجل يحب من عباده أنهم إن أذنبوا يتوبون إلى الله رأيتم الحليم رأيتم الحليم كيف نتعامل مع الخالق خالق الأكوان يا خالق الخلق ما أعظم رحمتك يا خالق الخلق ما أعظم حلمك يا خالق الخلق ما أعظم نعمك علينا وقد نخطئ نسأل الله أم يتوب علينا أمين أمين الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تاخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفى عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم وهو العلي العظيم العظيم دلالات عظيمة في اسم الله تبارك وتعالى في هذا الاسم العظيم العظيم أي أنه ذو العظمة ذو الكبرياء سبحان ذي الملك والملكوت سبحان ذي الملك والجبروت سبحانه لا إله إلا هو لذلكم إخوة الإيمان ونحن مع أسماء الله الحسنى علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أننا عندما نركع لله ولا يكون الركوع إلا لمن له الأسماء الحسنى إلا للعزيز الغفار إلا للمتكبر الجبار إلا للعلي العظيم علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أننا عندما نركع لله تبارك وتعالى نقول سبحان ربي العظيم وعندما نسجد ونضع أعز شيء عندنا ابتغاء وجه الله نضع جبهتنا وأنفنا وجوهنا والسبعة أعظم التي نسجد عليها نقول سبحان ربي الأعلى ومن علامات ودلالات العظم الإلهية أنه سبحانه وتعالى هو الغني وكل الخلق هم الفقراء يا أيها الناس أنتم الفقراء يا أيها الناس أنتم الفقراء والله هو الغني الله تبارك وتعالى العظيم ماذا ينبغي أن نعلم من هذا الإسم كيف نتخلق ونتأدب مع الخالق سبحانه وتعالى مهما تعظم الإنسان عليه أن يعلم بأن الله هو العظيم سبحانه وتعالى وأنه هو الكبير وأنه هو المتكبر وأنه هو الأكبر ولذلك نقول في الأذان والدخول إلى الصلاة نقول الله أكبر لأنه هو سبحانه وتعالى العلي العظيم العظيم أي من أنت أيها الإنسان من أنت أيها الإنسان الذي خلقك الله ضعيفا الذي خلقك الله من ماء مهين الذي خلقك الله تبارك وتعالى من أجل أن تسجد لله عز وجل وأنت تنظر إلى خلق الله أنظر إلى هذه الجبال أنظر إلى هذه الأرض أنظر إلى ملكوت السماوات والأرض فإنك تجد الأشياء حينها تصغر وتصغر وتصغر أمام عظمة الواحد القهار سبحانه وتعالى حينها حينها تلزم أنفسنا التواضع حينها نتواضع حينها نتواضع لبعضنا البعض ولكن نعيش الذل للخالق سبحانه وتعالى والذل هنا بمعنى العبودية للخالق سبحانه وتعالى ذلكم إخوة الإيمان إذا علمنا وأنه من معاني الصفات المطلقة لله تبارك وتعالى أننا نعبد إلها واحدا أحدا فردا صمدا ليس له ولد ولا صاحب ولا ولد سبحانه وتعالى ومن هنا نعلم بأننا في عبودية لمالك الملك سبحانه وتعالى سنلتقي دائما معكم في هذه الحلقات الإيمانية في رحاب أسماء الله الحسنة ومع عدد جديد إن شاء الله تبارك وتعالى نلقاكم في خير مع هذه النعمة الربانية آمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته